السلام عليكم هلي فيكم في فيديو جريد وخلصنا تسريبات الايباد ونتظر الايباد في مارتش انا متحمس لحق الايباد برو 12.9 انش ان شاء الله يكبرون اكثر بس المهم خلصوا من الموضوع هذا نخشلكم حين موضوع اللابتوبات قبل السنة هذه لازم تكمل تغيير في اللابتوبات نزلوا المعالج الامون الان نبي نزل معالج جريد الحق الماكبوك كبرو 16 انش نشوش بتسوي فيه في اخبار تقولك ان ابل هتنزل حجمين الان ماكبوك كبرو 16 انش وماكبوك كبرو 14 انش يعني قربت انها تكنسل ماكبوك كبرو 13 انش اي معالج ما ندري عندها امون اكس يمكن تنزل فيه بشي اقوى لان الان 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 لازم يكون فيه شي قوي لازم يكون فيه معالج غير الامون لموجود العادي فامون اكس امتو مثلا عليه مثلا 12 نواه نشوف الاربع وستين مثلا رام برضو او اثنين وثلاثين رام نشوف قدام اش بتسوي لكن في اخبار يقولون لك ان ابل رح ترجع بعض المداخل مادري بترجع بعض المداخل ماكات الجديدة اللي موجودة عندني الان فيه هي تندربورت هنا وببعض النسخ فيه هم اربعة وفيه برضو الحدفون جاي فاذا بترجع بعض المداخل فجبتلكم هنا لاب توب القديم هذا اللي بترجع مني يعني لو بترجع بعض المداخل ما اتوقع ابراح ترجع ال usba مستحيل مش داخل بالي اني ترجع ال usba فمعندها ان خيار ترجع ال our SD card او ال HDMI الってる Ensuite ماي اتوقع برضو لان where thdmi ترجعه عندك USB C مادري Bringing usb unnecessary خاصة في الماكبوب كبرو 16 انش قبل اتمنى اترجعينا لان هناك خيارين تقدم تسوينا يتفتحين الـ AirDrop لحق الشركات الثانية في الكاميرات مثلا عندي كاميرا هذي انا قاعد اصور فيها حين اشيل الـ SD Card اجي في اللابتوب طبعا مش اللابتوب هذا الاستخدم ان اللابتوب استخدم تحت الطاولة و احط الـ SD Card هنا طيب اذا سفرت و اصور فيديو برا لازم اخذ مع اي هب هذي او اي دانقل ثاني عندي عشان اركب فيه الـ SD Card احيانا اصورت بالجوال حلو اصور بالجوال الايفون ايرو دروب على طول على اللابتوب فالـ AirDrop ابل ليش ما تفتحينه انا عارف ان في الكاميرات بالواي فاي لشان ترسل بلتوث بطيء جدا الايرو دروب ما فيه نفسه في السرعة فعندك خيارين ابل ترجعين الـ SD Card لحق اللابتوبات هذه اللي موجودة خاصة 16 انش لحق لاشخاص الـ اديتر الكثار اللي يعني يستخدمون تصوير كثير او تفتحيني الـ AirDrop ما اتوقع ان اش راح تفتحيني الـ AirDrop من زمان ما فتحتيها فاتمنى الـ SD Card يرجع ملينا برضو فيه اخبار تقولك قبل راح ترجع الـ MagSafe طبعا اخبار تقولك ان الـ MagSafe اللي راح يرجع راح يرجع بشحن اسرع طيب هي حركة حلوة مش حركة حلوة الـ MagSafe الحلو فيها ان الشاحن نفس اذا ركبته في اللابتوب بالـ MagSafe او حط كنت على الطالة ولا شي تستخدم واحد جاء مثلا دق الشاحن ويطيح اللابتوب هذا حركة حلوة لكن اذا ركبته في الكمبيوتر انا حين استخدم الشاحن حقي وعلى الشاشة فالشاشة تعطي اللابتوب بالباور وتنقل نفسه في الشاشة فاذا رجعتي الـ MagSafe هل راح احتاج اني انقل بالـ MagSafe الشاشة واركب المكسيف لحق الشاحن برضو يعني الان خصا بالـ Thunderbolt و بالـ USB-C اقدر اشحن بليسار وبليمين في اي وقت واي جهة ابي اقدر انقل الشاشة بالـ Thunderbolt ويشحن في نفس الوقت اللابتوب بمدخل واحد في المستقبل اذا رجعتي الـ MagSafe هل لازم اركب الـ MagSafe في اللابتوب اخلي يشحن وكابل ثاني برضو عشان ينقل الشاشة USB-C مثلا من كابل فطولتيها مدري اتمنى ان اتخلي الخيارين نفسهم يعني تحط المكسيف وتخلينا نشحن بالـ USB-C وما اتوقع بوا راح تسويها مدري لان انا اللي عاجبني الحركة هذه اني اشحن بالـ Thunderbolt وانقل بياناتنا في نفس المدخل في اللابتوب الجريد طبعا مش هذا فاذا رجعت الـ MagSafe هل راح ينقل بيانات بنفس مدخل الـ MagSafe وقت الشحن في اللابتوب خصا ان في بطاريات باوربنك خارجية حين توصل بمئة واط شحن فلو بتسافر وتروح مكان خصا في الطريق ولا شي تقدر تشحن لابتوبك بالباوربنك نفسه مع انه بالـ M1 نحين اللي ينزل او M1X فراح يعطيك مثلا براحة 14 ساعة استخدام لكن في حركة حلوة اني ما يحتاج اخذ الشاحن معي وركبه في الجدار ولا شايف اي مكان اروح اخذ باوربنك وشحن باب بالـ USB-C بترجع لنا الـ MagSafe مدري مهما ذا خيار ونشوف قدام شو يسوون فننتظر نشوف قدام شو بتسوي قبل الـ MagSafe كيف راح يكون توقعوا اني حطون لكم MagSafe نفس MagSafe لا يلصق عندك كده بشحن او MagSafe بالكابل نشو قدام طبعا الشكل راح يقول لك الشاشة راح تكون مسطحة وبنفس شكل الـ iPad اني يكون عندك الحواف هذي وتكلمت عنهم كثير وستكون فيديو لان البرامج اصلا في الماك موجودة حين وهي جاي زي كده مقووسة فاتوقع ان خلاص قبل جاهزا بتغير الشاشة بتغير الشكل هل راح ينحف برضو انا توقع انا تقدر قبل تنح في الجهاز من تحت وتسمك الشاشة شوي علشان تتحسن الكاميرا الكاميرا هنا لازم تتحسن ولازم يكون فيها Face ID هنا المكان المناسب لحق Face ID في اللابتوب مش في الجوال انك تفتح اللابتوب وعلى طول يقرأ Face ID حق وجهك ويفتح لك هنا المكان المناسب لحق Face ID قبل لازم تحطن دي الشي قبل اتوقع انك تقدم تحطين شريحة برضو الاموا معالجات ARM تقدم تحطين بيانات شريحة ومش بمكالمات لكن خلاص اقدر اخذ اللابتوب يكون في نسخة فيه شريحة اقدر استخدم الانترنت في اي مكان ما يحتاج ويرلس نشوف قدام ما تفعله طبعا السطور سيكون افضل لضاءة راح تكون اعلى راح يحطون الميني ليد ان شاء الله فالتكنيوجيا جديدة ما راح يكون LCD راح تكون بالميني ليد اللي هي بين ال OLED وبين LCD تغنيات جديدة الجيغا ما تنزل تلفزيونات حقاتها وممكن سامزونج راح تبدأ تنزل تلفزيونات فهذه نسخة جديدة او شي جديد وتكلمت عنها كتير برضو الحق الميني ليد من السنوات اللي راح تكلمت عنها في الغنى طبعا ما في اي خبر للمكبوك اير فاي شخصي بيشتري المكبوك اير اشترى في اي وقت لكن اذا كنت تشتري المكبوك برو 13 انش انتظر والمكبوك برو 16 انش انتظر اذا تحتاج اشتر لكن اذا كنت انتظر انتظر افضل لان الاوقات اللي قبل تنزل لبتوبات جديدة او تحدثها والاي ماك برضو يمكن تتكلم عنها في المؤتمر الـ WWDC في شهر ستة لكن الاوقات اللي تنزل فيها لبتوبات اكتر شيء شهر سبعة او شهر 11 او 12 نشوف فاذا تقدر انتظر ستة شهور لانا الاخبار يقول ان يمكن ان يكون في شهر سبعة انتظر افضل لا تشتري المكبوك برو 14 انش او 13 انش الموجود عندنا فراح يكون شكل جديد على حسب تسربات و 16 انش برضو انتظر في خبر من الاخبار برضو يقول لك ان تتكبار راح يتكانسل طبعا هذا ماكي تتكبار تتكبار في الجهاز اللابتوب اللي قاعد نستخدم هنا موجود تحت الان ماستخدم تتكبار لاني مركبة في الشاشة راح يتكانسل مادريه انتو عجبكم الشينا راح يتكانسل بعض اصلا اقول لك ما نستخدمه ليش لانا يقطع عندهم انا اقدر اقول لك 20% من استخدام ماكبوك برو 16 انش استخدم تتكبار لاني 20% دي لو باقول لك يا هاي الوقت اللي افتح اللابتوب واستخدمه ان اكترش على الشاشة هنا لكن لو رحت الجامعة واخدت اللابتوب معاي او سفرت استخدم التتكبار طبعا هل مفيد مفيد بس بعض اصلا سيقول لك ما استخدمه برضو حلو في وقت الاخراج يعني انت فتحت اللابتوب وقت الاخراج يكون هنا عندك البار نفسه لحق الاخراج بتقدر تتنقل فيه بسرعة تقدر تقص تقدر فيه اختصارات كثيرة لحق كل برنامج تفتحه برضو في الايماسج لو تفتح الايماسج يكون عندك هنا ايموجي تقدر تختارهم ففيه حركات حلوة بكن ابل تقول راح تكانسل انا اشوفي لو بتكانسل ابل شي مش حلو لكن اذا ابل بتسوي نفس التسريب اللي طلع من فترة وتكلمتكم عن ان الكيبورد نفسه راح يكون فيه شاشة كل اذا شاشة فهذا الحركة حلوة فخلاص ما يحتاج تشتري كيبورد محدد لحق اللغة حقتك عشان مثلا عربي ايجليزي خلاص من العديدات تحط اللغة حقتك ويطلع لك هنا نفس نفس الايفون يعني تخش العديدات تحط الكيبورد اللي تابيه برضو يكون الاختصارات في نفس الشي فتخيل انك تفتح اللابتوب وقعد تسوي خراج انت ما يحتاج الكتابة فيكون اللد او الاينارة نفسه تغير هنا لحق القص يكون هنا لحق الاشياء دي فالاختصار حقك بدل ما يكون في التاتش بار فوق يكون في نفس الكيبورد ووقت ما تضغط تكست تبي تحط اي حركة من الحركات الكتابة نفسها فخلاص بس تحط تكست خلاص الجهاز يدري انك تكتب تضغط على الكتابة نفسه يرجع لك كيبورد كتابة فهذه الحركة حلوة اذا كانت ابل راح تسوي الحركة لان تحط الازر نفسهم شاشة تتغير على حسب البرنامج اللي فاتحة ولا حق الاوامر اللي تسويها انت فاوكي تقنسل التاتش بار لكن برضه التاتش بار حلو في وقت الاضاءة انك تطور الاضاءة كذا وتقصر والصوت برضه فا ما ادري كان ابل اتوقع ان البداية لو بتقنسل التاتش بار تقنسله سنة سنتين مالين تحط لك الكيبورد نفسه نشوف عجبكم ان التاتش بار يروح ولا بدون ما تحط لد او اضاءة في نفس الكيبورد تتغير على حسب الشي اللي تبي انت او شاشة في الكيبورد تتغير على الشي اللي تبي او عادي بالنسبة لكم يروح التاتش بار ويتم بلاستيك هذا بدون شي انا بالنسبة لي يروح التاتش بار عادي لكن شاشة في نفس الكيبورد كله كذا يعطون اختصارات اكبر وكذا عادي يتنازل عن التاتش بار لازم يتكلم عن اللابتوبات لازم يتكلم عن الاي ماك برضو ابل جرس يصنع شكل جديد للاي ماك بتغير الديزاين حقه رح يكون بحواف اسقر اتوقع رح يكون شكله نفس شكل الاي باد برضو حطي المثال الاي باد كتير عندنا شكله نفس شكل الاي باد بالحواف هذي نشوف قدام فاذا سوى دي الحركة قبل هل رح تتم بالشاشة رح يكون 21.5 و 27 انش او رح تكبرها تنزل شاشة ثاني 32 انش ما ندري نشوف قدام نشوف الاي ماك بيتسوي فيه والقوة حقه كيف رح تكون والمعالج حقه شلو انا متشجع كتير لحق الماكبو كبره 16 انش والاي ماك برضو فبنا ندري الفيديو تنسوني اشتراك بالغناة اشتراك في حسابي سناب شات شارك وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسوني افضل داعاكم السلام عليكم